اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبدعمكم ان ننجز دستورا نعتز ونفخر به جميعا ونعتز ونشكر السيد عمر موسى الذي كان رئيسا للجنة الخمسين وقاد هذه اللجنة بكل براعة واقتدار حتى كان بين أي حضراتكم دستور يريحوا بثقافة وحضارة وعظمة هذا الشعب وتم التصويت على الدستور في ظل تهديد وإرهاب وترويع عنص ثم كانت انتخابات الرئاسة وأيضا بإرادة الله وبدعم شعب مصر وبثقافة شعب مصر وبقوة شعب مصر وإصراره على استكمال خارجة طريقه وإصراره على بناء مصر الكبرى خرج الملايين من أبناء هذا الشعب لينتهد رئيسا أحبوه جميعا واليوم أمامنا استحقاكم أخير بخارجة الطريق ورغم ما يحاول الإرهابيون والمتطرفون وأعداء الوطن من اتكاب أحداث عنهم وإبراهن كان خلقا قتل أبناءنا من أبناء القوات المسلحة وهم في شهر رمضان قتل بدون ذلك طير أنهم يؤدون ويجبهم الوطنين إرهاب أسود لا قلب ولا دين ولا عقل له ولكن يضعون بالتالما لا يعلمون طبيعة هذا الشعب ولا يعلمون إصرار هذا الشعب ولا يعلمون قوة هذا الشعب هذا الشعب الذي استطاع في أقل من ثلاث سنوات أن يُقيم ثورتين عظيمتين شهد لهم العالم إن شاء الله بإرادة الله وعنه وبدعمكم وبقوتكم وصمودكم وإصراركم على بناء مصر الكبرى سنستكل خارطة الطريق وسنكتاج الانتخابات النيابية القادمة بمجلس مواب قوي معدن لحق عن شعب مصر يحاول الدستور من نصوص على ورق إلى تشريعات ملزمة يتم تطبيقها فأيديكم أنتم وبأيديكم أنتم تستطيعون إختيارا من يحاول لكم الدستور إلى برنامج عمل وضنين بأيديكم أنتم أن تحقوكم أقولا أن الشعب هو السيد نعم الشعب هو السيد وسيظل الشعب هو السيد وكل مسؤول هو خادم لنا الشعب سيادة الشعب تكون من خلال نوابه الذين سيمسلونه في مجلس النواب القادم نوابه الذين ينوبون عنه في المساءلة والرقابة وعزل أي مسؤول مهما على منصبه هذه هي سيادة الشعب التي تتحقق من خلال نوابه الذي يوزل اختيارهم لا أريد أن نبتل عليكم ولكن أؤمنكم كنت الشكر والتحية أن أتحكم هنا خلصة في طائفهم اليوم وأشكر أخذ السيد إياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته